اهلا بكم من جديد في وراء الحدث تعيش بريطانيا مخاوف حقيقية من ان تشهد شلالا اقتصاديا خلال فترة اعياد الميلاد وسط تساعد في دعوة الاضراب داخل النقابات العمالية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وفي محاولة للبحث عن بدائلة قال رئيس حزب المحافظين الحاكم ان الحكومة قد تستعين بالجيش المساعدة في ضمان استمرار الخدمة العامة اذا اضرب العاملون في قطاعات رئيسية خاصة قطاع الصحة في خطوة قد تمهد لصدام مع النقابات العمالية والمضربين في بريطانيا قال رئيس الوزراء ريشي سونك خلال اجتماعه مع قادة الشرطة انهم يملكون دعمه الكامل للعمل بحزم لقمع الاضرابات غير القانونية على حد وصفه في حين قال رئيس حزب المحافظين نظم الزهاوي خلال مقابلة صحفية ان الحكومة قد تستعين بالجيش لمواجهة الاضرابات نحن ننظر الى الجيش والقوات الخاصة التي انشأناها منذ سنوات والقادرة على التدخل السريع في حالة وجود ظروف استثنائية كالاضطرابات بهذه القوات يمكننا التدخل حيث يمكنهم قيادة سيارات الاسعاف وامور اخرى من القطاع العام علينا ان نحاول تقليل الاضطرابات المعارضة العملية انتقدت اجراءات الحكومة في التعامل مع الازمة حيث دعت وزيرة التعليم في حكومة الظل العمالية الحكومة للتشور والجلوس على طاولة واحدة مع النقابات لحل الازمة معتبرة ان الحكومة لا تتعامل بمسئولية مع مشكلة الاضرابات في حين وصفت القرارات الحكومية بالمتعارضة مع الديمقراطية عندما تمارس الشرطة دورا غير الدور الذي يحافظ على القانون ويحافظ على الامن في هذا البلد وامن حتى المعترضين او المتظاهرين هنا ستكون مشكلة كبيرة ليس لرئيس الوزراء الحالي وانما للنظام الديمقراطي القائم يذكر ان معظم القطاعات الحكومية والخاصة في بريطانيا تنظم اضرابات مجدولة منذ اكثر من ستة اشهر للمطالبة بتحسين الرواتب بعد ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم غير المسبوق الذي تشهده البلاد حيث تجاوز 11% الى الان طرح الحكومة في التعامل مع ازمة الاضرابات يعد سابقة في التاريخ البريطاني باعتباره وفق رؤية المعارضة يقلص من الحريات والديمقراطية العريقة في المملكة المتحدة فمع تخبطات حكومات المحافظين السابقة يمكن ان يقود هذا الاجراء ريشي سوناك الى نفس مصير اسلافه عمر بشير الغد لندن نرحب بضيفينا من لندن السيد يحيى حرب الكاتب والباحث السياسي ومن لندن ايضا سيد مصطفى بازرقان الخبير الاقتصادي اهلا بكم ضيفان على شاشة الغد ابدأ معك استاذ يحيى التقيت برؤساء الشرطة لأوضح لهم انني ادعمهم بشكل كامل في العمل بحزم لقمع الاحتجاجات غير القانونية هكذا غرد ريشي سوناك على حسابه تويتر هل يتماشى ذلك مع موقف بريطانيا المعتاد وهو المدافع عن حقوق الانسان ودائما ما كانت من ابرز الدول التي تنادي بمنع قمع التظاهرات والاضرابات العمالية احييك اختي الكريمة وضيفك العديد والاخوة المشاهدين بداية طبعا هذه صدمة للمراقبين ولناشطي حقوق الانسان بدرجة الاولى هذا امر غير معتاد لم نتوقع ذلك من رئيس حكومة المحافظين خاصة ان المظاهرات التي ينوي قمعها مظاهرات بسيطة جدا سلمية جدا المشاركين فيها لا يتعدون يعني الافراد او العشرات في اكثر الاحيان وهذا لا يتطلب لا قمعا من الشرطة ولا تدخلا قاسيا هذه الاجراءات تدل على ارتباك الحكومة على ازمة داخلية لدى الحكومة لا تريد لاحد ان يتحرك او يتنفس لانها تعتقد بان ازمتها التي لا تجد لها حلا قد تنفجر في الشارع هي تستبق الامور وليس هناك اي مبرر منطقي لهذا القرار اللي اتخذه السيد رئيس الوزراء طيب سيد مصطفى من المرجح ان يتم الاستعانة بالجيش لمجابهة الاضرابات العمالية ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يعكسه في هذه الفترة قبل ذلك لا بد من الاستفسار عن ما هي كما قال الرئيس حزب المحافظين هي القوات الخاصة هذه القوات الخاصة هذا التعبير لم نسمعه خلال سنوات في بريطانيا اما بالنسبة الى قوات الجيش فكان هناك تدريب ممكن انه يعني يقودون سيارات الاسعاف سيارات مكافحة الحرائق هذه من جانب من جانب اخر لا بد من التأكيد على انه ما تشهده بريطانيا هي نتيجة لاخطاء سياسات متراكمة لرؤساء وزراء متلاحقين من حزب المحافظين وبالتالي وصلنا الى هذه الدرجة من السوء سوء التخطيط الاقتصادي وهناك مشكلات يواجه المواطن البريطاني صحيح كما ذكرتم في التقرير مستويات التضخم هي 11% ولكن في المواد الغذائية تصل الى 42% هذه هي نقطة اساسية بالنسبة الى بريطانيا هي دولة منتجة للنفط والغاز واسعار الطاقة فيها اعلى حتى من دول الاتحاد الاوروبي التي لا تنتج النفط والغاز هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة صحيح من حق المضربين انه يعبرون عن رأيهم ولكن حينما تصل الى اضراب اول اضراب في تاريخ الخدمات الصحية للممرضات في بريطانيا هذا يضع علامة استفهام اين وصلت بريطانيا واين ستصل اقتصاديا واجتماعيا في هذا الوقت بالذات طيب سيد يحيى حرب ما الرسالة التي تريد الحكومة البريطانية ايصالها الى النقابات بالاستعانة بالجيش بدل ان ترى بدائل او ربما حوار مع المضربين والنقابات العمالية حقيقة يعني على المستوى السياسي والفكري هذه الحكومة تخطي خطأا كبيرا السيد سوناك يحاول ان يقلد السيدة تاتشر رئيسة الوزراء السابقة التي فعلت نفس الشيء بالاضرابات العمالية حينها في اواخر السبعينات اضرابات عمالية واسعة كبيرة استعانت بالجيش لتسيير المؤسسات لتسيير المواصلات في تلك الفترة ولكن هناك فارق كبير بين تلك المرحلة وهذه المرحلة في تلك المرحلة كانت الاضرابات الى حد ما ايديولوجية سياسية كان اتحاد العمال التابع لحزب العمال البريطاني او ينصق معه بدرجة كبيرة كان يضرب بها لأهداف سياسية اما اليوم فالاضرابات هي اضرابات معيشية الناس فعلا بحاجة الى من يسمع اصواتهم هؤلاء الذين يتحدث عنهم سيد سوناك هم مواطنون مسالمون يريدون فقط تعويض عن الخسائر الكبيرة التي تثبت بها السياسات المحافظين هذه السياسات التي لم تستوعب ما يدعى بريكس وهي مصرة عليه لا تستوعب نتائج حرب اوكرانيا وهي مصرة عليها لم تستوعب ايضا نتائج الكوفيد ناينتين وهذه التعطيل ولم تحاول ان تعالج بنيويا الاقتصاد البريطاني تحاول ان تلقي باللائمة على المواطن وتضع الثقل كله على المواطن مع المعلم ان المواطن هو الضحية هو ضحية هذه السياسات الكل يعرف والحكومة هي اول من يعرف وهي التي تعلن البيانات ان هناك نسبة كبيرة من الابتفاع في التضخم وفي تكاليف مستوى المعيشة شهريا الشهر الحالي شهر الماضي نوفمبر فقط ارتفعت مستوى المعيشة بنسبة سبع درجات ونصف يعني هناك تسارع سرعة كبيرة في صعود سلم غلاء المعيشة على المواطنين المواطن من حقيقة يعترضون من حقيقة يحتاج خاصة ان الاضرابات والمظاهرات هي حق شرعي في العرف البريطاني ولا نقول دستور في الاعراف البريطانية بريطانيا اكثر دولة تنادي بالحريات وتنادي وتدافع الحريات في العالم ازدواجية معايير فضيعة في سياسات السيد سوناك لا يمكن قبولها على مستوى الشعب على الاطلاق سيد مصطفى الم يعد بمقدور الحكومة ايجاد حلول للازمات او تقديم مقترحات للمضربين للمطالب العمالية بدل اللجوء الى الاستعانة بالجيش ليحلوا محل المضربين طبعا الاستعانة بالجيش هو يعني احد الحلول الحكومية ولكنها ليست حل على الاطلاق لماذا؟ لانه هذه المطالبات وهذه الاضرابات المتكررة يعني في هذا الشهر والشهر القادم هذه تجعل انه ليس هناك امكانية لهذه الحكومة لماذا؟ لانه هذه متراكمات يعني احنا ما ترتفع المديونية العامة فوق التريليوني جنيه استرليني لما يكون هناك تراكم للمديونية العامة وهناك زيادة في الضرائب يتحملها المواطن هذه جميعها تدول على انه عجز الحكومة وما يؤكد ذلك انه اعضاء في حزب المحافظين اليوم والأيام الماضية بدأوا يعلنون تنصلهم من الانتخابات القادمة بمعنى وكان هناك احد يعني وزراء المالية في حكومة بوريس جونسون ايضا على ذلك بمعنى انه حزب المحافظين ادرك انه ليس هناك خيار في الانتخابات القادمة الا خسارة خسارة فادحة امام حزب العمال ولكن بذات الوقت ليس هناك حلول حتى لحزب العمال لن يكون هناك حل جدري او حل سحري للنهوب بالاقتصاد الذي وصل الى هذه الى قاع بمعنى يتوقعون وكافة التوقعات انه الركود الاقتصادي سيستمر طيلة العام القادم ان لم يكن اكثر من ذلك طيب سيد يحيى حرب ما ردود فعل المعارضة المتوقعة ونقبات المضربة القوى العاملة في البلاد هل بريطانيا على موعد بصدام مع النقبات العمالية خاصة ان هناك اضرابات مجدولة مرتقبة ستشهدها بريطانيا حقيقة نحن مقبلون حسب كافة التوقعات للصحافة البريطانية والمراقبين البريطانيين نحن مقبلون على ازدياد منسوب الازمة الازمة تتفاقم والحكومة باجراءاتها الاخيرة تصاعد الازمة ولا تضح حلول لها المطلوب هو فعلا حوار جدي مع النقبات او الشرائح التي تعلنت اضرابها وعلى فكرة هذه الاضرابات شملت على عديد من الشرائح من ينظر الى خارطة هذا الشهر والشهر المقبل يجد يجد ليس هناك يوم إلا فئة أو اثنتين تعلنان الاضراب في يوم واحد عشرات الاضرابات ستحدث خذ الشهر وشهر المقبل أكثر من 115 ألف من عمال البريط سيضربون أيضا وهذا يعتبر بالنسبة للبريطانيين كما تعلمون كارثة قبل أعياد الكريسمس والهدايا وتوزيع وإرسال الهدايا وما شابه ذلك ستحصل ضيق كبير للمواطنين إضافة إلى عمال النقل والممرضات في المستشفيات هناك قطعات حيوية ستعلن إضرابها على الحكومة أن تقدم على الحوار وليس على إجراءات قمعية لأن القمع يزيد التوتر ولا يعني أن الناس ستنكسر لماذا؟ لأنها تطالب بالحد الأدنى الناس طالب بالحد الأدنى من المعيشة ولا تطالب يطالبون بالحد الأدنى الرواتب اليوم في بريطانيا هي أدنى من أي رواتب في أوروبا كلها مستوى التضخم هنا مرتفع جدا ليس هناك حلول في الأفق الحكومة عليها أن تضع خريطة طريق تشمع مع القطاعات التي تعلن إضرابها على الأقل وعود تعطيهم شيء من حقوقهم وتعيدهم بالمزيد إذا تحسنت الأوضاع نحن نعرف أن الأوضاع صعبة والحكومة البريطانية في وضع صعب ولكن يجب أن تتحمل مسؤوليتها يجب أن لا يتحمل المواطن مسؤولية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لماذا؟ لأن الحكومة هي التي قررت السياسات هذه النتائج الاقتصادية هي نتيجة سياسات معينة والذي يقرر السياسات هو الحكومة وعلى الناس أن تحاسبها وليس أن تتحمل مسؤولية وفشل هذه الحكومة مجرد اتخاذ هذه الإجراءات أختي الكريمة مجرد هو يعني فشل الحكومة فشلها في إدارة الاقتصاد وفشلها أيضا في إدارة الحوار مع المواطنين فشلان متتابعان يعني أن الأزمة تتفاقم وممكن أن تنفجر في أي لحظة سيد مصطفى هل من أوراق أو بداء لداء الحكومة البريطانية للتقليل من غضب النقبات العمالية وفي ذات الوقت لا ترفع من أزمة التضخم التي تعانيها البلاد لا بد من التأكد أنه يمكن للحكومة أنه تعطي بعض مطالب هذه الشرائح التي تعلن على الضرابات ولكن هذا لن يكفي ولذلك لا بد من تغيير السياسي حكومة سوناك قررت أنه لا بد من زيادة الضائب من أجل غفظ الدين العام وعدم تراكمه وهذه نقطة لا بد من اعتراف حزب المحافظين أنه هذه أخطاء حزب محافظين خلال 12 سنة الماضية حتى فروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يتحملها رئيس الوزراء بوريس جونسون هذه أحدى نتائجها لو كانت بريطانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي لا تزال لحد اليوم لن تكون هذه المشكلة وهذه الأزمة بهذا العمو ولذلك ولكن لا أحد يعترف من حزب المحافظين الآن دخلنا في مرحلة دعم الحرف في أوكرانيا ضد العدوان الروسي ولكن هناك نقطة أساسية لأننا تفاجأ أنه كيف يمكن لمسؤول بريطاني أنه يربط بين سياسة الرئيس بوتن وسياسة النقابات العمالية بالضبط هذه حالة لم تكن في السابق في بريطانيا ولا يمكن أنه يقبلها الشارع البريطاني النقابات تبحث عن مصالح عضائها وليس هناك رابط بينها وبين الرئيس الروسي أو حتى السياسة الروسية القريبة صحيح في هذه النقطة بالذات تتوجه للأستاذ يحيى حرب رئيس حزب المحافظين حمل روسيا ورئيس بوتن مسؤولية ما تمر به بريطانيا من أزمة كيف ترى ذلك والتوجيه أو توجيه اللوم على روسيا حقيقة أنه أمر بؤسف تماما نحن نجد الآن أن زعماء حزب المحافظين يتصرفون كأنهم زعماء دول يعني من العالم الثالث يشبه زعماء بعض الزحماء في بلادنا أو ربما في أفريقيا وربما في مكان أخرى هذه ليست سياسات حكيمة ليس من المنطق أن تحمل مسؤولية أزمتك الداخلية لطرف خارجي هذا يعني نوع من الإسقاطات للأزمة على أطراف خارجية لا معنى لها على الإطلاق بالأساس الحرب على أوكرانيا أو حرب الروسية على أوكرانيا يعني لم تكن قرارا بريطانيا الكل يعرف ذلك هي لم تكن قرارا بريطانيا وليست خيارا شعبيا بريطانيا الحكومة هي التي قررت لتأييد أو انسياقا وراء السياسات أمريكية هذه السياسات خارجية يجب أن لا تفرض على الشعب البريطاني الشعب البريطاني من حقه أن يعيش بحياة مستقرة وكان فعلا في مرحلة التعافي ومرة بعد سنتين من كوبيد 19 والمعاناة التي عاناها المواطن والإغلاقات وما شابه ذلك هناك تراكمات لأزمة كبيرة كان في محاولة التعافي ولكن الحكومة البريطانية بدل أن تسعى إلى حل هذه المشكلة وتبدأ بمشوار الحل وضعت نفسها في مأزق آخر أنا أقول أختي العزيزة هذه الأزمة ليس لها حلول إلا في السياسة لا يمكن أن تكون المقدمات نفسها ونحصل على نتائج مختلفة ثلاثة رؤساء حكومات يتعاقبوا على رئاسة الوزراء داونيكين ستريت في الأشهر القليلة الماضية وكلهم مصرون على نفس المقدمات يعني مصرون على الخروج من أوروبا عبر بريكسيت مصرون على الحرب بأوكرانيا ومصرون على سياساتهم الاقتصادية إذن النتائج تبقى هي نفسها ما معنى تغيير رئيس الوزراء يجب أن يغيروا هذه المنطلقات مدامة هذه الأسباب موجودة الأزمة ستبقى موجودة أما ألقاء اللوم على الناس أو على الآخرين على الرئيس بوتين ألقنا اللوم على الرئيس بوتين ماذا يعني ذلك؟ ماذا يستفيد الشعال البريطاني؟ شتمنا بوتين تهجمنا عليه تحدثنا عنه كثيرا ولكن ماذا يعني؟ هل حلت المشكلة؟ هذه لا تحل المشكلة هذه ليست عقلانية بريطانية العقلانية البريطانية التي نعرفها العقلانية في السياسات البريطانية تفترض وضع حلول حقيقية للأزمة مواجهة الأزمة بأسبابها وليس بوضع اللوم على آخرين أو تحميل الآخرين مسؤولية ذلك شيطنة الآخرين لا تعني أن وضعنا سيتحسن والمواطن هنا يريد أن يتحسن وضعه وليس مهتما كثيرا بالسياسات الكبرى التي تتبنها الحكومة البريطانية في سؤالي الأخير للأستاذ مصطفى أستاذ مصطفى هذا الطرح الأخير في التعامل مع الأزمة أزمة الإضرابات كما ذكرتم أنه يعد سابق في تاريخ بريطانيا لكن هل يقود ذلك إلى ربما معاناة ريشي صوناك مثل ما أو يقوده إلى مصير أسلافه في المرحلة القادمة نعم وقد يكون هناك تأثير على تقريب موعد الانتخابات لا أعتقد أن هذه الظروف السياسية والاجتماعية ستجعل الشعب البريطاني حتى الأحزاب البريطانية تنتظر بعد سنتين حينما تكون هناك انتخابات مقررة بذلك ولذلك أنا أعتقد مع استمرار هذه وتصاعد هذه الأزمة والأضرابات سيكون هناك تقريب للانتخابات العامة ولا أعتقد أن حزب المحافظين يتحمل تغيير رئيس وزراء بجلب رئيس وزراء رابع لماذا؟ لأن هذه السياسات بدأت منذ 12 عاماً ومستمراً لحين الانتخابات القادمة ستكون هناك نتائج مختلفة وأتمنى أن تكون نتائجها هي حكومة اعتلافية بين حزب العمال وحزب آخر من أجل التوصل إلى قرارات لصالح الشعب البريطاني وليس لصالح حزب المحافظة أو الأحزاب البريطانية شكراً جزيلاً لك سيد مصطفى بازرقان الخبير الاقتصادي كنت معنا من لندن أشكر جزيلاً الشكر وأشكر أيضاً الأستاذ يحيى حرب الكاتب والباحثة السياسية الذي كان معنا أيضاً من لندن شكراً جزيلاً لك سيدي انتهت حقاة اليوم من وراء الحدث شكراً لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة